بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا السلام وتميني كرام. اهلا السلام كل اللي بيسمعني الاول مرة معكم اصطفاء قناتي تيوك. اللي بيسمعني الاول مرة وعجب الفيديو. ما ينساش اشترك وفعل القرس. حابة عرفوني في قناة ثانية اسمعي تيوك معرفة. تابعونا اه في القناتين او على القناتين. قناتي تيوك وقناتي تيوك معرفة. القناتين بنزل فيهم تعبير وانشاءات وباقي محتوى القناة. اه دعمنا باشتراككم وتفعلكم للجرس. لا تنسوا اللايك وكومنت حلو للقناة. اه يمكنكم اصول الى القناة الثانية اللي بيسمعني الاول مرة يتوك معرفة. ممكن تكتب في البحث يتوك معرفة او ممكن تفتحوا هزي القناة. افتحوا هزي القناة كده. هتجدوا اه عندي صفحة الرئيسية كده اه من تحت او من اسفل. عند فيديوهات مميزة هتجدوا القناة الثانية. اليوم انشاء عن الصبر او تعبير عن الصبر. اه المقدمة وعرض وخاتمة. عندي العناصر كتبت عناصر لاني في المتابعين معظم المتابعين بيطلب مني عناصر للموضوع. اكتب العناصر. اه كتبت العناصر ربما يريد اه احد يريدها. العناصر او الافكار. رقم واحد مقدمة. رقم اثنان تعريف الصبر. رقم ثلاثة اه انواع الصبر. رقم اربعة اهمية الصبر. رقم خمسة شعور الانسان الذي شعور الانسان الذي لا يتسم بالصبر. اه رقم ستة كده نصائح وتوجيهات وارشادات. رقم سبعة خاتمة. دولة العناصر ازا اردت العناصر. العناصر او الافكار. تمام? اه ندخل كده على اه المقدمة. مقدمة رقم واحد. رقم اثنان وثلاثة واربعة وخمسة. اه دولة اه دولة عرض. دولة عرض. اه اه وستة كان معهم. عرض. ورقم واحد وثبت بعد هو لمقدمة وخاتمة. والعرض لفي النص. اه ندخل كده على الموضوع. اه مقدمة اه اترك بياد اي موضوع تعبير يجيب ترك بياد من مقدار كلمة. المقدمة كده لمحة عن الموضوع. الصبر من اعظم واروح الصفات التي يجب ان يتصف بها الانسان في حياته فهو كنز ومن كنوز الخير. مقدمة ماذا اكتبه في المقدمة? مقدمة ممكن لمحة عن الموضوع او تعريف للموضوع او نستشد بالمقدمة او اه نضع سؤال او اسلوب تعجب. والمقدمة بتكون قصيرة من سطر لسلاس اسطر لا تزيد عن سلاس اسطر. انا كتبت هنا لمحة عن الموضوع. اه اضع نقطة اترك بياد في البداية واضع نقطة عند نهاية المقدمة. ادخل كده على العرض. اترك بياد. اه يعرف الصبر. كده هتكلم على اول اول عنصر في العرض. اول عنصر في العرض اللي هو رقم اثنان تعريف الصبر. اه يعرف الصبر بانه الحبس والكف والمنع. وهو حبس النفس عن الجزع من قضاء الله وقدره. وحبس اللسان عن الشكوى. وحبس الجوارح عن اه الشتات. حبس الجوارح عن الشتات. اه الصبر له انواع. الصبر له انواع عديدة. منها. اتكلم على رقم ثلاثة. انواع الصبر. الصبر له انواع عديدة. منها الصبر على طاعة الله او صبر على الطاعات التي فرضها كالصلة والصوب الصبر على طاعة الله التي فرضها والصوب الصبر على قلة المال وأيضا الصبر على معصية الله وكذلك الصبر على قضاء الله وقدره يجب أن يتعلم كل إنسان صغيرا كبيرا التحلي بالصبر لأنه صفة الأنبياء والصالحين والإنسان الصبور قادرا على تحمل المصائب تحمله للمصائب والابتلاءات للمصائب للمصاعب والابتلاءات تحموله قادرا على تحموله للمصاعب والابتلاءات الصبر من أعلى المراتب الصبر من أعلى المراتب وله أهمية كبيرة أتكلم عن عنصر رقم 4 أهمية الصبر والصبر له أهمية كبيرة فعن طريقه ينال الإنسان محبة الله والناس ويفلح في الدنيا والآخرة وكما أن الصبر طريق النجاح والسعادة ودليل على قوة الإيمان والصبر يعلمنا حسن التعامل مع الناس وقديما قالوا استشهدت بمقولة إن الصبر مفتاح الفرش ويقول الله عز وجل إن الله مع الصابرين والإنسان الذي لا يتسم بالصبر هتكلم على شعور رقم 5 شعور الإنسان الذي لا يتسم بالصبر ماذا يشعر بإيه والإنسان الذي لا يتسم بالصبر يعيش دائما قلقا ومتوترا ويشعر بالضيق في فصل هنا ويشعر بالضيق ولا يستطيع تحمل الصعوبة وعلينا جميعا كده نصائح نصيحة وعلينا جميعا التحالي بالصبر واصبر قليلا فبعد عفوا كتبت بسرعة فبعد 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 العصر يسرى وكل أمرا له وقتا وتدبير الصبر من الإيمان كده الخاتمة أترك بيات الصبر من الإيمان فلنصبر في حياتنا ولنجعله من طبيعتنا أمام حوادث الأيام استشهاد بحديث شريف ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد فإذا ذهب الرأس ذهب الجسد وكذلك إذا ذهب الصبر ذهب الإيمان أضع نقطة الاستشهاد أضعوا بين مزدوجان في البداية وأقول لكم في النهاية يمكنكم الانتهاء لحد حوادث الأيام ويمكنكم الاستشهاد بحديث شريف أنا استشهادت هنا فوق في العرض استشهادت باعي قرانية واستشهادت بمقولها هذا هيك في يعني أنت ممكن تكتفوا لحد حوادث الأيام وتضعوا نقطة وإذا تريدوا استشهادات يعني كثيرة في الموضوع ممكن تستشدوا بالحديث انتهيت تكلمت عن الصبر تعريف الصبر أنواع الصبر أهمية الصبر فوائد الصبر يعني شعور الإنسان الذي لا يتسم بالصبر لغير صبور نصيحة بنصح الناس بالتحلي بالصبر والخاتمة المقدمة بتكون قصيرة من سطر سلاس أسطر والخاتمة أيضا بتكون من سطر سلاس أسطر والباقي يكون في العرب يزدع عرض العرض بيكون أكثر من المقدمة وأكثر من الخاتمة نلتزم بعلامات ترقيم الفاصلات نقطة في نهاية المقدمة ونقطة في نهاية العرض ونقطة في نهاية الخاتمة ونضع الفاصلات فاصلة 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 كل دي نلتزم بعلامات ترقيم اللي هي علامات الوقف لو ما التزمت تجي بها بتنقص في الدرجة أو في العلامة تمام؟ وعند القول عند القول نضع النقطتين فوق بعض كده وعند الاستجاد نضع المزدوجة اه لو كان الموضوع طويل لو وجدتوا ان الموضوع طويل اكتبوا لي في التعليقات لو انتوا تريدوا تلخيص الموضوع اكتبوا لي في التعليقات ان انا ارخصو لكم يعني واذا وجدتوا يعني ليس طويلا ممكن تكتفوا وتكتبوا يعني اذا اعجبكم اشكركم على حسن الاستماع واترككم في رعاية الله كنت معكم مصطفى قناة تيوك لا تنسى الاشتراك في القناتين وتفقيل الجرس ولا تنسى ان انت تعملنا اللايك وكومنت حلو القناة اثبت وجودك وكومنت حلو القناة مع السلامة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة شكرا